بالرغم من تراجع معدلات القتل في العالم بنسبة 16% بين عامي 2000 و2012 يبقى العنف قائما بقوة تحذير لمنظمة الصحة العالمية حثت فيه حكومات العالم على تبني إجراءات احترازية إضافية المنظمة أعلنت في تقرير جديد أن عمليات القتل هي السبب الرابع للوفيات بالعالم لدى الأفراد الذين تتراوح عمرهم بين 15 عاما و 44 عاما التقرير كشف أن ما لا يقل عن 475 ألف شخص ماتوا قتلا حول العالم في العام 2012 نصف هذا العدد قضى بسلاح نارية لكن معدلات أعمال القتل تتفاوت بين بلد وآخر ففي الدول ذات الدخل المرتفع سجلت تراجعا أكثر بنسبة 39% بينما في الدول ذات الدخل المتدني كانت تراجع في أعمال القتل 10% وتشكل أمريكا اللاتينية إحدى أكثر المناطق دموية حيث بلغت معدلات القتل حوالي 44 قتلا لكل 100 ألف نسمة في كولومبيا يرتفع إلى ما يقرب من 58 قتلا في فنزويلا بينما يبلغ رقما قياسيا عالميا في هندراس يصل إلى 104 قتلا لكل 100 ألف نسمة في المقابل سجلت نسب متدنية في دول كالولايات المتحدة 5.4 من 10 وفرنسا قتيل واحد واليابان 4 من 10 لكل 100 ألف نسمة المنظمة أرجعت أسباب القتل إلى عدة عوامل من بينها تفاوت العادات والثقافة الذكورية حيث يتم تقبل العنف بشكل أكبر وانتشار الكثير من الأسلحة النارية وكذلك توافر كبير للمخدرات والسهلات الكحول التقرير لمح أيضا إلى أنه إلى جانب القتل توجد أعمال عنف أخرى تلقى تغطية إعلامية أقل ويجب على الدول مكافحتها عبر برامج محددة كختان الإناث وخطر التعرض للاغتصاب لدى السيدات ياسر محمد علي العربية